عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الانتاج من المنتجات البترولية كذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية واللازمة لقطاع البترول الاجتماع شهد استعراضاً لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول كما تناول جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الانتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب وكذلك الجهود المبذولة للتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وما يتم إتاحته في هذا الصدد من محفزات من شأنها أن تسهموا في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيماً للفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات بترولية وتخفيض فاتورة الاستيراد